السلام عليكم ورحمة الله تابع اليوم مع طلاب صفتي السابع بعدما أنهينا هذه الوحدة سوف نقوم بحل أسئلات الدروس طبعا الدرس الأول الذي يتحدث عن وراثة وصحة الإنسان وتحدثنا بها ما هي الأمراض الوراثية وكيف تختلف عن الأمراض اللعادية وتحدثنا فيها المناعة قدرة الجسم على مقاومة المسببات للمراض مثل جلس تكوينه أجساما تسمى الأجسام المضادة وأيضا تحدثنا بعض أنواع الأمراض الوراثية المسف الدم الوراثي والبون السكري تحدثنا أيضا ما يسمى فقر الدم المنجلي وكيف يختلف عن فقر الدم الطبيعي الآن ما التطبقات الوراثية في حماية الإنسان وجدت كثير من التطبقات من أعمال نقاحات وتحدثنا ما الفرق بين اللقاحات والمضادات الحيوية فننتقل إلى سئلات الدارس ما الفرق بين الأمراض الوراثية وغيرها من أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان إذن أهدئنا هنا لعلينا أن نعود مع مفهوم الأمراض الوراثية الأمراض الوراثية التي تختلف أنها تنتقل من جيلا إلى آخر من الأباء إلى الأبناء بسبب وجود جينات حاملة لتلك الصفة إذن هنا الفرق أن الإنسان يخلق ومعه هذا المرض السبب أنه في جيناته يوجد لديه جين يسبب هذا المرض يأتي من آبائه ومن أجداده ومن غيره طبعا المشكلة أن هذا المرض لا يمكن الشفاء منه بالأدويات العادية لأنه من تركيب الإنسان من أساسياته وإنما يمكن التعايش معه ببعض أنواع الإدوية التي نعود ونؤكد أنها لا تشفيه وإنما تستطيع التغلب على بعض آثاره الجانبية وهناك بعض الأمراض التي صعبة وممكن أن تؤديها في قنان الحياة إذن هذا هو الأساسي أما الأمراض العادية التي تصيب الإنسان ممكن أن يكون سببها نوع من أنواع قلة تغذية ممكن أن يكون سببها بكتيري وفيروسي وغيرها ويمكن أن شفاء من غالبها الآن ننتقل إلى السؤال الثاني إن تكمن خطورة الأمراض الوراثية إذن شو الخطورة تبعا؟ الخطورة تكون إذن أجواب يكون الشفاء من الأمراض الوراثية قليلا لأن الجسم لا يكون مناعة ضدها طيب ليش ما بيكون الجسم مناعة ضدها الأمراض الوراثية؟ كما قلنا، المناعة هو أن الجسم يكتسب مناعة يكون أجسام مضادة ضد مرض معين مسببه يكون بكتيري وفيروسي أو مسبب خارجي أما الأمراض الوراثية لا يحسن الجسم يكون مناعة ضدها لأنها تخلق معه فإذن عندما يكون جهاز المناعة للإنسان لا يجد أن بداخل الأساسيات جسم التركيب الجسم يوجد هذا المرض فلا يستطيع أن يركبه أو يكون مناعة ضدها الآن لدينا بعض الأسئلة ما المقصود بالمناعة؟ المناعة هي قدرة الجسم على مقاومة مسببات المرض نتيجة لتكوين أجسام مضادة بمعنى أنه مثلا تكون الإنسان جسم مضادة ضد نوع من أنواع البكتيريا أو الجراثيم فعندما تدخل هذه البكتيريا أو الجراثيم إلى الجسم مرة أخرى يقوم بباشرة من التعرف عليها والقضاء عليها ولا يمرض الإنسان إذن هذه هي المناعة ما تأثير اللقاحات على حماية صحة الإنسان؟ اللقاحات تعمل على زيادة مناعة الجسم ضد الأمراض طبقية مثل ما ألنا اللقاحات تأخذ غالبا ما تأخذها عندما يكون الإنسان في أول عمره بفتراته هو صغير لأنها تشكل هي عاملة يشبه العاملة الممرض الأساسي فيقوم الجسم مباشرة بتكوين مناعة وأجسام مضادة ضد هذا المرض يقال عليه إشارة الأطفال يوجد نوع من الفيروسات تسبب هذا المرض فعندما يكون الإنسان صغيرا يأخذ اللقاحا ضده فعندما يدخل هذا الفيروس إلى الجسم بمراحل أخرى من العمر لا يستطيع أن يسبب مرض للإنسان لماذا؟ لأن الإنسان لديه مناعة ولديه أجسام مضادة ضد هذا الفيروس إذن هذه تأثير اللقاحات تحمل إنسان وتزيد إذن لقاحات تحمل إنسان وتعمل زيادة مناعته ضد الأمراض ومسبباتها السؤال الخامس ما أبرز أعراض مرض فقر الدم المنجلي؟ فقر الدم المنجلي إذا هو مرض أولا وراثي يخلق الإنسان طيب أعراضه يحدث فقر الدم المنجلي نتيجة خلل وراثي أعراضه تشوه في كريات الدم الحمر من الكروي إلى الشكل المنجلي وتكون هذه الكريات تكون كتلة تعيق جريان الدم وتمنع سيرها أيضا لأنها لا تستطيع تأمين الأكسجين الضروري لعمل الخلايا بشكل طبيعي لهذا الإنسان يكون بعض هذه الأعراض أيضا شعروه بالتعب بعدها من قيام بالنشاطات بالشكل الطبيعي لمن يحمل هذا المرض المنجلي تقدم دم منجلي وأحياءها الكثير من الأحياء ممكن أن يسبب الموت إذا لم يتم التعايش معه بالشكل الصحيح السؤال السادس ما المقصول بالمضادات الحيوية؟ المضادات الحيوية تستخدم لعلاج الأمراض البكتيرية بمعنى هذه المضادات الحيوية نوع من العلاج يستخدم لقتل الأمراض البكتيرية الأمراض التي تسببها البكتيريا والجراثيم وليست الفيروسات وليست الأمراض الوراثية المرض الوراثي قلنا له لا يوجد علاج أما المضادات الحيوية ممكن مثلا الإنسان يصاب بجرح يتلوث هذا الجرح ببعض أنواع الجراثيم أو البكتيريا تسبب نوع من الالتهاب أو المرض للإنسان فيأخذ المضادات الحيوية التي تعمل على القضاء على هذه البكتيريا والجراثي ولكن المضادات الحيوية يجب أن تأخذ بوصفة الدكتور لا يجب أن يأخذها الإنسان بشكل مبسط أو عندما يشري أي عرض لأن الإنسان أساسا لديه نوع من المناعة الذاتية عندما لا يستطيع أو يعجز الجسم عن مقاومة هذه البكتيريا والقضاء عليها فهنا يوصف لها الدكتور بعض المضادات الحيوية ولكن أخذ المضادات الحيوية من دون وصفة الدكتور أو أخذها بكمية سائدة تعمل على قتل النوع من البكتيريا تسمى البكتيريا المفيدة التي تعيش داخل الجسم الإنسان وخصوصا في منطقة الأمعاء أي في المجرى الهضمي هذه البكتيريا تساعد الإنسان في الهضم وتساعد برفع مناعته وحمايته ضد أنواع بكتيريا ضارة أخرى فعندما نأخذ المضادات الحيوية باستهدار أو بكمية سائدة التي تم وصفها من قبل الدكتور فهنا نقضي على البكتيريا الضارة والمفيدة معا ولا يستطيع الإنسان أن يحي بشكل طبيعي بدون هذه البكتيريا المفيدة البكتيريا المفيدة لها عديد من الميزات تساعد أعطينا الفيتامينات، تساعد مرفع المناعة، تساعد محاربة أيضا الكثير من الأمراض لهذا لا يتوجب أخذ المضادات الحيوية أيضا المضادات الحيوية لا تقضي على الأمراض المسببة للفيروسات مثل مرض الإنفلونزا الذي يأتي في مرحلة الأوقات غالبة في الشتاء وهو مرض فيروسي فأخذ المضادات الحيوية لا يسبب أي ضرر أساس للفيروس ولا يساعد في الشفاء منه هنا الجسم سوف يعمل على محاربة هذا الفيروس والقضاء عليه لهذا يجب أن نعرف أن مضادات الحيوية يخذه فإنما يكون كما قلنا علاج أمراض البكتيرية ألا ندخل التفكير الناقض على العدم إصابة الطفل بمرض شلال الأطفال بعد تلقيه ضد هذا المرض إذن هذا السؤال تم إجابته عليه بسبب زيادة مناعة الجسم ضد شلال الأطفال قلنا أن الطفل أخذ لقاح هذا اللقاح أعطى الجسم مناعة وأدى إلى تقوية الجسم وإعطاء تشكيل الجسم أجسام مضادة للتعرف على الفيروس المسبب لمرض شلال الأطفال أو العامل الممرض هنا نتحدث عن الفيروس الذي يسبب شلال الأطفال فإنما يأتي يدخل هذا الفيروس إلى الجسم الطفلي بعد تلقيه اللقاح فلا يستطيع أن يسبب أي مرض والله هو شلال أو عدم قدرة للحركة لأن الجسم مباشرة يعمل هذا القضاء عليه لماذا؟ لأنه تم التعرف عليه عن طريق اللقاح في مرحلة سابقة أما إذا لم يأخذ اللقاح فمن المحتمل أن الجسم لا يعرف ما هذا العامل الممرض ولا يتعرف الفيروس ويقوم الفيروس بتسويب الضرر الكبير أو المرض الذي يسببه حسب نوع اللقاح الآن لدينا ما أهمية سجل النسب في الحد من انتقال الأمراض الوراثية لذلك لغرض تحديد الأمراض الوراثية قبل الإصابة بها وبثم الحد من انتقالها بين الأجيال وعلاجها لدينا بعض الأمراض الوراثية التي تظهر مباشرة ولدينا بعض الأمراض الوراثية التي لا تظهر حسب الجينات الأمراض الوراثية تحتاج أحيانا أن يكون الجين الممرض موجود عند الأبي والأم ليظهر المرض على الأبناء يعني ممكن أن يكون أحد الأبوين أو الأبوين معا حاملين لجين المرض ولكن هم نفسهم غير مصابين بالمرض طيب هنا النسب يدلنا أن مثلا هذا الأب أو الأم الأباؤهم أو أجدادهم أو أحد من الأقربة الذين هم على صلة بقرابة الدم أحد أمهم مصاب بمرض يعرف بمرض وراثي أن ينتقلوا عن طريق ماذا الوراثة عن طريق الجينات إذا كان الأب والأم مثل ما هما ما لديهم بالنسب بالأمراض الوراثية موجود هذا الأمرض بأحد أجدادهم فمن المحتمل أو من يتزداد نسبة الخطورة ظهور هذا المرض عند الأبناء أو أحد الأبناء لهذا يفضل عدم زواج الأقارب زواج الأقارب يزيد بالنسب انتقال المرض بين أفراد الأسرة الواحدة أما إذا كان الزواج من غير الأقارب من أماكن بعيدة من صلة دم بعيدة فإن النسبة هذه تكون منخفضة لماذا تكون منخفضة؟ لأنها ممكن أن يكون السجن للنسبة خالي لدى أحد الأبوين من هذا المرض هنا تختلف حسب المرض ونوعه إذن السؤال لا ننتقل السؤال التاسع ما سبب وجود أنواع متعددة من المضادات الحيوية التي تعالج الالتهاب؟ لماذا؟ لأنه أساسا لدينا هل لدينا نوع واحد من البكتيريا في الدنيا؟ أكيد لا لدينا العديد والعديد من أنواع البكتيريا التي تسبب مختلف أنواع الأمراض والالتهابات فيجب أن يكون هذا المضادات الحيوية تختلف من نوع إلى آخر هذه أولا ثانيا تختلف من شدة إلى أخرى لدينا ممكن أن يكون حتى نفس النوع من البكتيريا ولكن إذا تم أخذ نوع من المضادات الحيوية لم تؤثر على هذه البكتيريا فيأخذ نوع آخر يتميز بشدة أكثر أو قوة أكثر من النوع الأول ويوجد لدينا عدة أنواع إذن علاج الأنواع المختلفة من البكتيريا تسبب أنواع متعددة وأيضا علاج ماذا حسب شدة العدوى وشدة مقاومة البكتيريا عندما إذا كان أحد الإنسان يأخذ دائما مضادات الحيوية فهنا ممكن أن يكون نوع من البكتيريا أي هذه البكتيريا استطاعت أن تقاوم هذه المضادات الحيوية فيحتاج إلى أخذ كمية وجرعة أكثر وأقوى وهذا شيء ضار لجسم الإنسان سوف ننتقل إلى الدرس الثاني وهو دور علم البراثة بالمجتمع تحدثنا فيه عن ما هي الهندسة البراثية وما هي الكائنات المعدلة البراثية وتعريفها وكيف أننا تحدثنا عن الطفرة البراثية والتغيرات التي تحصل في الـ DNA ولدينا الآن بعض التطبيقات الهندسة البراثية في المجال الصناعي والمجال الزراعي وخصوصا في إنتاج أصناف نباتية مقاومة إنتاج أصناف مقاومة للظروف تعطينا محصولا أجود أقوى حتى حيوانات إنتاج أكثر للحليب والمحوم خلال تحزين المركبات المسؤولة الآن سوف ننتقل إلى سئلة الدرس السؤال أول ما أبرز التطبيقات الهندسة البراثية في المجال الزراعي هنا سوف ننتقل إلى تطبيقات الهندسة البراثية في المجال الزراعي أبرزها هم هؤلاء إنتاج أصناف نباتية مقاومة للإصابة بالأمراض الطفيلية والأمراض البكتيرية والفيروسية وحين تكاثر هذه النباتات تنتج سلالة أو جيل أيضا يستطيع المقاومة إنتاج أصناف نباتية مقاومة للظروف البيئية القاسية مثل الجفاف أو النمو في تربة عالية المنوحة أو الحرارة إنتاج محاصيل معدلة وراثية تنتج أصناف نباتية تزداد طلب عليها بالسوق وإنتاج سلالة حيوانية إذن هذو الأربع تعدادات هم جواب السؤال الأول ما أسباب الاستعانة بالهندسة البراثية في مجال الثروة الحيوانية؟ أهم ما أهمها هي التعداد الرابع لإنتاج أجيال جديدة من الحيوانات وإنتاج أجيال معدلة وراثية طيب ما الاستفادة منها؟ بعض المثال إنتاجها أكبر للحليب يعني مثلا ممكن أن نقوم بإنتاج سلال معدلة وراثية من الأبقار بدلا أن تعطيها في اليوم مثلا 10 كيلو من الحليب ممكن أن تعطينا 30 كيلو من الحليب نفس البقرة فبدلا أن تعطيني كمية بسيطة تعطيني أكثر تعطيني جودة أعلى من اللحوم فأسرع في النمو وأسرع في التكاثر فإذن هذا هو جواب السؤال الثاني ما المقصود بالهندسة الوراثية؟ الهندسة الوراثية تعديل بعض الصفات المختارة لكائنات حية أخرى إذن الهندسة الوراثية عندي صفة معينة ضدها الكائن الحي هذه الصفة أريد أن أعززها أو أزيدها أو أحويها أو أريد أن أزيحها لأضيف صفة أخرى هذه هي معناه الهندسة الوراثية السؤال الرابع ماذا تسمى الكائنات الحية التي تستخدم الهندسة الوراثية في إنتاجها؟ ماذا تسمى الكائنات الحية المعدلة وراثيا؟ باعتبار نستخدم الهندسة الوراثية في إنتاجها معدلة وسماء المعدلة وراثيا السؤال الخامس ما الطفرة الوراثية وما سبب حدوثها؟ الطفرة الوراثية صفة وراثية جديدة لم تكن موجودة سابقا عند الوالدين إذن هذا أهم شيء تحدث بسبب حدوثات تغيير في عدد الكروموسومات وترتيبها وتحدث لأسباب مرضية أو أسباب خارجية مثل التعرض للأشعة إذن عدد الكروموسومات ترتيبها اختلاف ترتيب الديانا اختلاف ترتيب الركبات الميتروجينية إذن هذا هو الطفرة الوراثية هل تكون جميع الطفرات الوراثية إيجابية؟ وضح إجابتك بالاستعانة ببعض الأمثلة هذا سؤال مثلا كلا ليست دائما إيجابية لماذا ليست دائما إيجابية؟ فقد تكون بعض الأحيان ممرضة تسبب نوع من الأمراض الوراثية التي تحدث بسبب الطفرات مثلا لدينا بعض الحالات التي تحدث طفرة تسبب فقدان مادة الميلامين في لون الجلد فهي يأتي الإنسان بسبب الطفرة لا يوجد في لديه هذه الصباح فأتي شعره أبيض إجابية شعر جسمه أبيض وجلده شديد البياض ممكن عندما يتعرض للشمس فهيسبب له مباشرة الأذى أو نوع من الحروق الشمسية السؤال السابع صرح أحل الباحثين بأنه في العام 2020 سيكون من الممكن زراعة النخيل في قارة أوروبا برأيك ما السبب الذي سيؤدي إلى هذه النتيجة؟ طبعا بالسبب بسيط نتيجة الهندسات الوراثية نعم؟ في يستطيع تعديل النخيل يصبح من الكائنات المعدلة الوراثية التي كما قلنا بالسؤال الأول إنتاج سلالة تتحمى ظروف جديدة طب معروف أن الأشجار النخيل تحتاج لتجودها في الرطب أما جوء رباه فمن مجمله يتميز بميلانه للبرودة والاعتدال وقلة الدفئ فيه فإذا استطعنا تعديل النخيل ليستطيع أن يتكيف على هذه الأجواء الجديدة فيمكن أن يزرع ولكن هنا نحن في سنة 2020 بعض الأماكن تم زراعة النخيل بها وبعضها لا السؤال الثامن استخدم العلماء الكائنات المجهرية كنماذج اختبار في تجارب الهندسة الوراثية الأولى ولم يستخدموا كائنات أكثر تطورا ولذلك بكل بساطة لأن الكائنات المجهرية أي أساسا هي مكونة من خلية مفردة يعاد إنتاجها بالاستنسا بمعنى أن هذه الكائنات الحين المجهرية هو خلية واحدة فعندما نقوم بتغيير شيء أو إضافة شيء من الدييني والكروموسومات فمباشرة يظهر التعديل عليه أو أن تتكاثر من انقسام فتكاثرها سهل فترة حياتها قصيرة ويمكن أن نقوم باستنساخها ولهذا تم إجراء عليها لنرى العلماء هل من الممكن تعديل الوراثي أم غير من الممكن إلا هنا طلاب تهد درسنا إلى أن نتقي بدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر